طيب مساء الخير انا حابة اعرفكم بنفسي انا صاحبة الترند القلب الدنيا من المبارح نروحان حافظي تمام اولا انا مش شايفة انا مش شايفة موضوع للترند تمام ومش شايفة موضوع للاستثراف ومش شايفة موضوع للناس اللي فجأة بقت عايزة تاكل كوارع وجمباري ونقح عليهم الفسفور دلوقتي تمام انا كل الحوار ان انا ماضية مع شركة الكنج ودخل معاهم فيلم الترود ومسلسل تمام كده رحت عشان اقرأ المشاهد بتاعتي وعمل بروفا وراجع على الشغل بتاعي لقيت اللي هو محمد بتاعي الكشري ده ولا معرفش بتقوله علي ايه تمام انا لقيته انا على فكرة اول واحدة واول حد التريق عليه اصلا ونزله بوسط في استفزاز ده هو انا فانا اول ما رحت انا انا عموما ما بحبش اشوف راجل بيعيط قدامي تمام يعني ممكن مثلا الحريم اوكيت عيط معروفا ان احنا بنعيط انما راجل مش شرط البني ادم ده اوكي انا عموما ما بحبش اشوف حتى بيعيط قدامي فانا رحت بقرأ السكريبت بتاعي واقعدة فلقيتهم بيتكلمه طبعا انا من ساعة مراخلت لقيتهم بيصوروه وبيضحكوا معاه وبيهزروا معاه وحسيت انهم عايزين يطلعوه من مود معين فانا قاعدة ماليش ماليش علاقة بقى اي حاجة يعني انا قاعدة في المكتب مسكل سكريبت حتى باين عندكم في الفيديو ان انا مسكل المشاهد بتاعتي وبقرأ فيها ففجأة لقيته بيعيط وبيقول انا مش عايز امثل ولا غني انا بدور على شغل فسعب علي فروحت متبطب عليه يعني انا طبطبت عليه ما يعني انا طبطبت عليه اه نمت قمت لقيت الدنيا مقلوب اما لو كنت اخذت بالحضن ايه يا جماعة ايه وناس يعني داخلها تستظرف وشبيهة نادا الكامل مرد عمر كمال معرفش راح انتو خلتوني شبيهة يعني انا بقيت شبيهة وعلى فكرة اللي جاب القلعة جنب البحر ما فيش اي شبه بيني وبينها تماما خالص وان شاء الله مش هيكون فيه في اي ما علينا هيدخل حد دلوقتي زريفي يقول لي اه اصلا انت مش شبهها شكل انت شبهها في من زوايا تانية هندحك هندحك حاضر اوكي برضو لا مش شبهها برضو في الزوايا التانية اللي انت تقصدها برضو هي حتة وانا في حتة تانية فياريت يا جماعة اي نهدى شوية نهدى شوية مش كده مش اي حاجة بتطلعوه فيل الترند اللي انتو طلعتوه يعني انا انا صحيت لقيت نفسي انا عملت اي انا اقسم باللانته شاب تافة اوقسم بالقول الاخرة واحد والتقول لي Seattle احنا مش عايزين وجع الدماغ احنا ايه يا عمي بالاشق cowork ما انتو الليaledوجيو واجه الدماغ لنافسكو ما انتو اللي بتطلعونا ترند ما انتو اللي بتطلعونا ترند وفالاخر يعني انتو اللي بتقولوا مش عايزين وجع دماغ طب ما انتو اللي بتطلعوا وجع الدماغ انتو اللي بتطلعوا وجع الدماغ وبعدين سايبين لي الموضوع كله والحوار ومسكين في الموزة يعني ما تروحوا تمسكوا في حاجة تانية بدل ما انتو مش فاضين غير للهبل ده انا مش فاهمة بصراحة يعني روحوا كده طلعوا وعملوا فيديوهات قولوا فيها محدش ينزي اليوم 11 عشان خلي بالكم من عيالكم وبيوتكم اعملوا حاجة مفيدة ما تعملوش للتفاهة سعر اه انا بقول انا انتو عملتولي ترند وانا ما عملتش حاجة يعني انا ما عملتش حاجة واستزراف وكانت عايزة محل كوارع وكانت عايزة محل مش عارفة ايه وكانت عايزة محل والله يعني انا مش متخيلاكوا بصراحة ايه ده ايه ايه اللي احنا بقينا فيه ده وايه التفاهة دي يعني سايبين الحوار وسايبين الولد وسبتوا البلد ومساكتوا في الموزة اللي كانت قاعدة جنب المعرفش ايه عالم ايه الحيحانة دي ما نمسك نفسنا شوية يا جماعة مش كده يعني يعني نمسك نفسنا شوية وبعدين معلش يعني الموضوع ما كانش اوبر ولا انا قاعدة لابس حاجة مفتوحة ومطلعوا لكم حاجاتي ولا ايه يعني بالراحة مش كده يعني مش كده ده حتى الكومنتات على الموضوع بكذارة وسفالة في ايه في ايه انا مش فهمة يعني انا عموما وحب اقول لكم من موقعي هذا ومن شاقتي المتوضعة انتوا عالم تفهم وربنا انتوا عالم تفهم يعني انتوا انتوا بتحبوا التفهم انا ما بقتش ترند غير على حاجة تفهم فوالله معرفة اقول لكم بشكركم اوي بصراحة الله يهديكم الله يهديكم وما فيش رد انا كانورهان ما عملتش حاجة غلط انا انا قاعدة بقرة في السكريبت بتاعي وكل الفيديو واضح جدا ولقيت شخص بيعيط فقلت له بقى بقى دي وطبعا فيه ناس تقول لك مين نورهان انا ولا حاجة انا مش معروفة اصلا انا متعرفتش غير مبارح يعني الدنيا متقلبتش علي غير مبارح انا مش معروفة انا واحدة لسه انا موديل اصلا اوكي ولسه بدأ في التمثيل وجه جديد لسه هعمل تمام وكنت لسه هعمل فانا مش معروفة يا ظريفة ولا يا ظريف انا لسه محدش شافني اوكي انا عارفة الكلام ده انا محدش شافني غير مبارح بالفعل فانا ما قلتش ان انا حد واو ما علينا الله يهديكم باي باي